بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معدنا مع المحاضرة التسعة من محاضرات السي شارب هنستكمل مع بعض اخر محاضرة اشتغلنا عليها المحاضرة اللي فاتت وكانت موضوع اللوجن هنعمل النهاردة فكرة جديدة هنبدأ نشتغل على موضوع قديم احنا اشتغلنا عليه موضوع الالة الحزبة هنعملها بفكرة تانية تكون بسيطة جدا يعني علشان خاطر نتعلم من موضوع الراديو بوتن وفي نفس الوقت كمان هنشتغل على موضوع الكمبو يبقى النهاردة هنعمل فوكس على موضوعين موضوع احنا اشتغلنا عليه قبل كده موضوع الراديو بوتن وهنبدأ نستخدمه في امليكيشن زغير وبسيط جدا وكمان هنبدأ نشتغل على موضوع الكمبو هنروح كده على ستارت وضغط على حرف الفي واقول له عايز فيجوال ستوديو 2017 وبعد كده هبدأ اشتغل على الكمبو وبعد كده ارجع تاني للراديو بوتن بكل سهولة كل فكرة الكمبو الاول طبعا انا مش هشتغل على اي حاجة قديمة هنروح افتح بروجيكت جديد واقول له فايل نيو واقول له عايز بروجيكت جديد واقول له البروجيكت ده يكون اسمه كومبو يعني اختصار لكلمة كومبو بوكس احنا طبعا بناخد مجموعة من التولز على قد ما نقدر مجموعة من الكمبونات ونشتغل عليها علشان خاطر كل ما نشتغل على كومبوناتس اكتر لما نبدأ بقى نعمل ابليكيشن متكامل هتكون الرؤية واضحة اكتر هقول له عايز سي شارب وعايز ويندوز فورمز أبليكيشن وهقول له هسمي البروجيكت بتاعي كومبو وبعد كده هقول له اوكي طبعا في نفس المكان اللي احنا بنعمل عملية سيف فيه للبروجيكت بتاعتنا كنا عملنا له شرط قط على الديسكتوب هنا طبعا بيبدأ يعمل عملية للبروجيكت لما بتكون لسه فتح الجهاز جديد بياخد وقت لكن لو انت شغال على الفيجوال ستوديو قبل كده ما بياخدش الوقت ده كله كده بدأ يشتغل فعلا كده تمام هو ده المكان اللي انا كنت بعمل في سيف للبروجيكت بتاعتي عملنا اكتر من بروجيكت في الحقيقة البروجيكت الاول اللي هو كان موضوع الهوزبيتل ده طبعا احنا ما عملاش هوزبيتل ولا حاجة انا سميته اي اسم طبعا تقدر تعمل رنيم للبروجيكت ده الالة الحزبة اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده واللوجين اللي هو بتاع المحاضرة اللي فاتت دلوقتي هشتغل على الكمبو طيب ايه الفكرة الفكرة بكل بساطة اننا هاجي كده وابدأ اقول له داخل التول بوكس ده هروح اعمل سيرش طبعا بروح اعمل اوتوهايد علشان خاطر اثبت التول بوكس واقول له عايز كومبو سي او ام هيجاب لي الكمبو بوكس كل فكرة الكمبو بوكس اننا هبدأ اننا اختار يعني من قيمة القيمة دي منسادلة فهقول له عايز الخصائص بس المرة دي هقول له عايز اعمل اوتوهايد وعايز الخصائص بتاعت مين بتاعت الفورم علشان بس اكبر الرؤية شوية هخلي الفونت بتاعي بدل ما هو تمانية خليه مثلا اتناشر يعني خليه كن معقول شوية او اربعتاشر زي ما انت عايز هقول له خليه اربعتاشر طبعا تقدر بعد كده بقى في الابليكيشن تصغر زي ما انت عايز ولكن احنا هنا بنشرح هصغر الفورم شوية بالمنظر ده كده ادي الكمبو بتاعي كل الفكرة اننا عايز املى البيانات بتاعته لو انا وقفت من هنا في عندي سهم السهم ده ممكن اعمل ادت للأيتمز وابدأ اكتب البيانات بتاعتي اللي انا عايزة وبعد لما خلصها خالص بقول له اوكي فخلاص كده بتبدأ البيانات تشتغل معي لكن انا مش عايز اشتغل كده انا عايز اشتغل من خلال الكود فهروح اعمل دابل كليك وقال له بالنسبة للفورم انا هبدأ اشتغل عن الفورم ابدأ اسجل البيانات بتاعة الكمبو الكمبو هل انا سميته اي اسم تعال سميه اي اسم وليكن مثلا هنا هقف على الكمبو وروح على الخصائص sew تعال نديله اسم وليكن com จะ plex نشتغل على اللغات اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي لغات البرمجة الفيجوال بيزيك والسي شارب وغيرها هروح بقى على الفورم لود وقوله الكمبو بتاعي سي ام بي بتاعي ده اللي هو سي ام بي لانجودش عايز تعمل في عايز اروح ابدأ ان انا ادخل البيانات بتاعته فانا هنا عندي الايتمز بتاعته العناصر بتاعته هروح اعمل لها اد وابدأ داخل الفورم لود اضيف العناصر اللي انا عايزة انا عايزة اشتغل على الفي بي دوت نت ادي اول عنصر بالنسبة لي بروح اعمل له اد داخل الكمبو وبعد كده هروح اشتغل على السي شارب الفيجوال سي شارب وبعد كده فيجوال اف شارب وممكن فيجوال سي بلاس بلاس زي ما انا عايز الفكرة كلها ان انا عايز املى بيانات اعمل لها اد هي عبارة عن ايتمز وابارة عن عناصر بروح اعمل لها اد داخل مين داخل الكمبو بتاعي اروح اشغل البرنامج بتاعي انا كده الحمد لله ادرت ان انا اعمل عملية اد هنشوف طبعا دلوقتي الفورم وهنبدأ ان احنا نشوف البيانات بتاعتي داخل الكمبو هي عبارة عن زي قائمة منسادلة كده بيسموها كومبو بوكس لما اجي كده اقف كده وابدأ ان انا اختار اي حاجة بتظهر لي عايز الفيجوال بيزيك عايز الف شارب عايز السي بلاس بلاس عايز السي شارب زي ما انا عايز ايبا دي طريقة لاضافة البيانات داخل ال ايه طبعا من داخل الكمبو باستخدام الكود كان ممكن اعمل حركة دي زي ما اتفقنا من خلال الجزء ده اهو السهم ده واقول له عايز اعمل ادت ايتمز واكتب الايتمز بتاعتي طبعا ممكن تاخد الكود ده بدل ما تكتبه داخل الفورم لود اكتبه داخل الايه الكونستركتور عرفت منين ان ده كونستركتور قالك الكونستركتور دايما بيكون بنفس اسم الكلاس بتاعي الكلاس بتاعي هو فورم وان فالكونستركتور بنفس اسم الكلاس باكتب بابليك واسم الكلاس بتاعي وبفتح الاقواس دي وبعد كده باكتب الكيرلي بريسز. ايه فايدة بقدر من خلاله اعمل عملية بتاعتي اللي موجودة عندي بقى على الفورم. ببدأ ان انا ازهرها على الفورم عملها عملية بديها لقيم المبداية بتاعتي وازهرها على الفورم. طبعا ليه اهداف تانية جدا يعني ممكن اجي كده. اقول له داخل اول ما تبدأ تكريات اسمه فورم من الكلاس اللي اسمه فورم وان باستخدام اللي هو فورم وان روح عبي الايه الكمبو عبهولي. اعمل اد للايتمز ديت. يبس او كتبت في اللود او كتبت في النتيجة واحدة. طيب جميل جدا. عايز تعمل ايه بعد كده? عايز اشتغل بطريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية? قالك بدل ما تروح تشتغل بالطريقة دي. انا ممكن اجي كده واعطل السطور ديت. احنا عرفنا طريقة الكون ستركتور. تعاني اشتغل بقى في الفورم لود هي هي نفس النتيجة. هروح اعرف متغير. المتغير ده عبارة عن عبارة عن مصفوفة. تعاني اديها اسم وليكن مثلا سبجيكت. السبجيكت زيت عبارة عن مصفوفة. هقول له سترينج بي اكوال نيو. سترينج. واروح مثلا اديها عناصر وليكن اربع عناصر. بالمنظر ده انا عملت كريات لمصفوفة جديدة. بقول له سترينج. وبديها اسم. طبعا هنا انا غلطت غلطة. مفروض ان انا احط الاقواس قبل الاسم بتاع المصفوفة. فبقول له سترينج. وبعد كده بفتح الاقواس بتاعة المصفوفة. بدي له اسم الاري بتاعتي المصفوفة بتاعتي. هسميها سبجيكت. المواد بتاعتي. او اللانجوتش بتاعتي. ما فيش اي مشكلة خالص. هسميها لانجوتشز. تمام? بي اكوال نيو سترينج. وقل له عدد عناصرها اربعة. وابدأ بعد كده اضيف العناصر بتاعتي عادي جدا. هقول له لانجوتشز اسم المصفوفة. اهي. اوف زيرو. ممكن نسميها اري ما عنديش اي مشاكل خالص. سميها ماي اري. ماي اندرسكور اري. يبقى هاجي هنا هقول له ماي اري اوف زيرو. ماي اري اوف زيرو. وروح حط فيها القيمة ديت. وابدأ احط اول قيمة. وهكذا بالنسبة لبقيت القيم بتاعتي. انا عندي كم قيمة عندي هنا اربعة. صح كده يبقى زيرو واحد اتنين تلو هم دول الاربع عناصر بتوعي لان المصفوفة بتبدأ من الاندكس زيرو. يبقى بالنسبة للاندكس زيرو حط فيه القيمة الاولى اللي هو الفيجوال بيزيك دوت نت. وبعد كده التانية حط فيها الفيجوال الفيجوال سي شارب سوري. وبعد كده الفيجوال اف شارب. بخدها عشان خاطر مكتبش كتير. وبعد كده الفيجوال سي بلاس بلاس. ايه اللي انت بتعمله ده? ولا حاجة. انا رحت عملت كريات لاري. الاري دي عدد عناصرها اربعة نوها سترينج. بقول له العنصر الاول الاندكس بتاعه زيرو. حط فيه القيمة ديت. العنصر التاني الاندكس بتاع ون. حط فيه القيمة ديت. العنصر التالت العنصر الرابع. ابدأ عبي المصفوفة بتاعتي. لو جيت شغلت البرنامج بتاعي. وجيت ابص كده مش هلاقي النتيجة اللي انا محتاجها. ليه? لان انا عملت مصفوفة. طب فين العناصر ديت? العناصر دي داخل المصفوفة. ينفع تروح تعمل لها اد بقى? اه اروح اعمل لها اد داخل الكمبو. فاقول له عادي جدا. عايز الكمبو بتاعي. كان اسمه صح? سي ام بي. language. وعايز اروح اضيف الايتمز هقول له ايتمز. اد زي ما كنت بعمل عادي. بشانا كنت فوق بقول له اسم الكمبو. ايتمز. اد لا هنا هقول له اد رينج. لان انا عندي العناصر بتاعتي داخل مصفوفة. واروح اديله اسم الاري بتاعتي اسمها ماي اري. بس كده. هو هتنسى السيميكولم. بروح هقول له اد رينج. وبديله اسم الايه المصفوفة. بيبدأ يضيفها داخل مين? داخل الكمبو بتاعي. طبعا ممكن حد يجي يقولي لو سمحت. انا عايز اعمل اضافة لايتم داخل الكمبو. في مرحلة الرون تايم. مفيش اي مشكلة خالص. تعال كده على التولز بتاعتي. وتعال نسحب بطن. هقول له عايز بطن اهو. سحبته. والبطن ده يكون خاص بالاد. واروح اسحب كمان تيكست. هقول له حرف تي. تي اي اكس. جاب لي التكست اهو. ونبدأ نشتغل. انت عايز تعملي عايز اعمل اد. ماشي? تعال كده على البطن ده. وتعال نعمل اد. هقول له ان ده عبارة عن بي تي اين اد. بي تي اين اد. وده بيعمل عملية اد عادي جدا لانصر داخل ال ايه الكمبو بتاعي. وده التكست ده. نسميه تي اكس تي. الخاص بعملية الاد. ونبدأ نشتغل. انت عايز تعمليه عايز لما يضغط على الزرار ده. يروح يضيف داخل الكمبو عنصر. بسيطة. تعال نضغط دابل كريك على الزرار ده. ونبدأ نكتب الكود بتاعه. انت عايز تعمليه عايز اروح اضيف عنصر. عايز اروح اضيف عنصر داخل مين? داخل. الكمبو. طب ما هو? طب ما انا كنت بعمل اضافة بالطريقة ديت. هتالي. اهو. فاش اي حاجة خالص. ايه المشكلة? بس انت كده بتضيف عنصر محدد? لا. بدل ما تضيف عنصر محدد. ضيف العنصر اللي موجود داخل التكست بوكس اللي اسمه اد ده. صح? بس الموضوع بسيط جدا. يبقى هعمل عملية اضافة. لمين? للي موجود. هعمل عملية اضافة طبعا في الكمبو. للمحتوى او المحتوى اللي موجود في مربع النص. اروح اعمل له عملية اضافة داخل الكمبو. بس كده. هروح اقول له start. اشغل برنامج بتاعه. عمله run. ونبدأ نبص الدنيا ماشية ازاي. انت عايز تعمليه عايز هنا. عندي الفيجوال بيزيك. الفيجوال سي شارب. الفيجوال اف شارب السي بلاس بلاس. هقول له انا عايز هنا اعمل اضافة للبيثون. وقول له add. واروح ابص لقي البيثون فعلا اتعمل لها عملية اضافة. هروح اقول له عايز اعمل عملية اضافة للجافا. وقول له add. هروح الاقي البيثون والجافا اتعمل لهم عملية اضافة. طيب جميل جدا. يبقى انا عندي الكدرة اشتغل في مرحلة الرن تايم. طب اعرف منين ان حضرتك بدأت تعمل عملية select على عنصر معين. قالك بسيطة الموضوع سهل جدا. تعال كده. وقول له. في الخصائص. قل له عايز الخصائص بتاعت. مين بتاعت الكمبو. في عندي ايفنت اهو مشهور جدا. اسمه selected index changed. اسمه selected index changed. هو ده اللي لما تختار عنصر او ايتم معين من الكمبو يقول لك هو ده اللي انت اخترته. عايز تتأكد تعال اقول له message box. message box. وتعال اقول له message box dot show. تمام? وابدأ ان انا اظهر العنصر اللي انا اخترته. اللي هو انهو عنصر اللي موجود في الكمبو. cmp هو ده. dot a dot text. يعني عايز اظهر اللي انت اخترته. القيمة نفسه. اخترت حاجة معينة اظهرها في ايه? في message box. هقول له start. واروح اشتغل. هقول له انا اخترت الايه? السي بلاس بلاس. قال لك انت اخترت السي بلاس بلاس. طب انا اخترت الفي بي دوت نت. اخترت الفي بي دوت نت. طب عايز اعمل اد للبيتون. واشوف هيجيبها ولا لا. هقول له عملت اد للبيتون. اهي موجودة. يلا بنا نتأكد. هقول لبيتون اهي. يروح يجيبها لي فعلا. طب جميل جدا لحد الان الفكرة هكده تمام. يا ريت بعد لما بتروح تعمل اد داخل الكمبو. بعمل تريه الزرار. روح اعمل كيلير بقى للتكست صح كده. روح اعمله ايه كيلير علشان يبقى انت كده جاهز انك انت تشتغل على اللي بعده. تعالي ارجع كده. انا بس حبيت اعمل كده اضافة. يعني مثلا هنا بضيف البيتون. هقول له عايز البيتون ايه? اروح اعمل لها عملية اضافة. اد. راح فضالي مين فضالي الايه? اللي هو مربع النص ده. والبيتون موجودة اهي اضغط عليها تطلع لي في رسالة. ممكن بدل ما اضغط عليها وتطلع لي في رسالة. ممكن تطلع لي في ليبل عادي جدا. هقول له ادي الليبل موجود هنا. تعالي نروح نجيب ليبل. وقول له البيل مثلا اي حاجة. تعالي ادي له هنا اسم. وليكن مثلا هروح على الخصائص بتاعته. واقول له البيل. البيل ده بتاع الكمبو. البيل كومبو هو ده. ماله بقى طبعا اروح اشيل الحاجة اللي فيه التكست اللي فيه خلي فاضي. وكل اللي هعمله. لما اروح طبعا على الايفنت فين الايفنت بتاعي? اروح على الخصائص. بتاعت مين? بتاعت الكمبو. ادي الخصائص بتاعت الكمبو اهو. هروح على الايفنت واروح زي ما اتفقنا على انا كنت عامل ان هو يروح يطلع التكست في ايه? في لا بدل ما يطلع التكست في مسج يروح يطلعها في الليبل. هقول له البيل بتاع الكمبو. اظهر لي في مين التكست بتاع الكمبو. اللي انت اخترته. مش انت بتعمل عملية بتختار حاجة بتعمل بتختار حاجة من الكمبو. روح اظهر لي اللي انت اخترته. التكست ده النص ده او القيمة دي الفاليو. وروح اضطها لي فين في الليبل. بدل ما تظهر لي في ماشي. هقول له ان اخترت السي بلاس بلاس. جابها لي. هقول له انا عايز جوفا. واقول له عايز اعمل لها اد. واروح اختارها. تطلع لي الدنيا كده تمام. ما فيش اي مشكلة خالص. هل اقدر اعمل الكلام ده بطريقة تانية? تعال نجرب مش هنخسر حاجة. تعال نقول له اللي بي الكمبو. دوت تاكست اللي هو الليبل ده. هزهر في مين الكمبو بتاعي? سي ام بي. ده الكمبو. دوت. واقول له عايز السيلاكتد. ماشي هل هنا عندي سيلاكتد اندكس? او سيلاكتد ايتم? اه عندي سيلاكتد ايتم دوتو سترينج. يبقى الايتم اللي انت بتختاره من الكمبو. حوله السترينج وحطه في الليبل. نفس الامر اللي فات بالزبط. يلا بنا نروح نشغل. هروح اضيف اي حاجة وليكن الجوفا. واروح اعمل لها اد. واروح اختارها تطلع لي في الليبل. يبقى انا كده الدنيا بتاعتي شغالة تمام. يبقى انا كده قدرت باكتر من طريقة اروح اعمل سيليكت. طيب انا عملت سيليكت. عملت اد وعملت اد رينج. عملنا الري. بدأنا نظهر الشغل بتاعنا في ميسج بوكس. بدأنا نظهره في الليبل. بدأنا نشتغل على الفورم لود. اشتغلنا على الكون ستركتور. احنا بنرجع مع بعض عايزين نعمل اخر حاجة وهي موضوع الاضافة. طبعا مش اخر حاجة في الدرس ولكن اخر حاجة في الكمبو. آآ آسف موضوع الحسف. احنا عملنا الاضافة خلاص. هقول له عايز البوتون من هنا. واروح اجيب زرار خاص بالرموف. هقول له عايز اعمل عملية رموف لايتم. ماشي. يبقى هاجي كده هروح على الخصائص بتاعة البوتون. واقول له ده البوتون بتاع الريموف. بي تي ان ده بتاع الريموف. طيب جميل. ده البي تي ان رموف. هنا هاجي هنا هعمل عملية رموف. هقول له عمل لي رموف للآيتم. اللي انت هتختاره. الايتم السيلكتد. هروح اختاره بالمنظر ده. ماشي. طيب. يبقى دابل كليك عليه. انت بتعمل ايه بعمل رموف. يبقى اسم الكمبو. سي ام بي. سي ام بي. هو ده. ماله. الايتمز بتاعته. مالها. عايز اروح اعمل رموف ليها. رموف. هل تريد اعمل رموف. بالمنظر ده. قال لك اه. طالما هتعمل رموف بالمنظر ده. ادي له بقى اللي انت هتعمل له رموف. انا هعمل رموف للسيلكتد. ماشي للسيلكتد. الكمبو. سي ام بي. دوت. سيلكتد. سيلكتد ايه بقى سيلكتد ايتم. خلي بالك. يبقى انا هعمل رموف للسيلكتد ايتم اللي موجود في الكمبو. بس كده. هقول له ستارت. وروح اختار الفيبي دوت نت. ظهرت اهي. طب عايز اروح اعمل لها رموف. وروح ابص عليها مش موجودة. يبقى لازم كمان اروح اخلي الايه اللي يكون مش موجود او فاضي. ما فيش اي مشكلة خالص. دي موضوع سهل جدا. اقول له ال ال ب ال ده كومبو. روح اكتب لي فيه فاضي. ما فيش اي مشكلة خالص. خلي فاضي. يبقى انا علشان ما يظهر ليش بس اي حاجة انا اخترتها في الاول وتفضل موجودة. عادي جدا. هقول له انا هروح اعمل اضافة. تعني اعمل كده اضافة مثلا للجافا سكريبت. ماشي. هعمل اضافة للجافا سكريبت. هقول له اد. موجودة عندي. اهي. عملت لها اضافة واخترتها فظهرت. اروح اعمل لها مش هتكون موجودة هنا ولا حتى موجودة في ال كومبو كده الدنيا كده شغالة تمام. ممكن اعمل نفس اللي عملته بس بدل ما استخدم السطر ده استخدم سطر تاني. ايه سطر التاني ده قال لك في سطر شبيه بية بالزبط. اسمه ريموف ات اسمه ريموف ات بس بدل ما بيشتغل على بيشتغل على بيشتغل بيشتغل على بην يوجد اي حاجة خالص. ايه الاختلاف ولا حاجة? بس ده بيشتغل على الاندكس. وده بيشتغل على الايتم. الريموف بيشتغل على الايتم والآد بيشتغل على الاندكس. اروح اشغل البرنامج بتاعي. واروح اكتب اي لغة او اي حاجة مش هيفرق لغة بقى ومش لغة. هقول له انا عايز الاتش تي ام ال. واقول له اد. اروح اختارها. موجودة. اروح اعمل لها رموف راحت مني الدنيا كده تمام. قدرت اعمل اد وقدرت اعمل عملية رموف. يلا بنا بقى ننهي الدرس بتاع النهاردة. عايزين بس كده نعمل كده حاجة بسيطة. هروح كده اجيب الا حاسبة. عادي. اعمل بي الا حاسبة بسيطة جدا جدا فوق ما تتخيل. اعمل هنا. علشان بس ننهي المحاضرة بتاعت النهاردة. هنعمل الا حاسبة بسيطة جدا فوق ما تتخيل. ونروح نجيب الراديو. نجيب اربعة راديو من هنا. ادي الراديو الاول. واعمل منه طبعا هتدي له اي حاجة وليكن مثلا. لازم هتدي له اسم بقى خلاص احنا بقى انا محترفين. نقدر نعمل الكلام ده بنفسنا. هقول له هنا زائد. واعمل كنترول سي وكنترول في اكتر من مرة. ادي زائد. وادي ناقص. وادي الضرب وادي الاسمة. واروح اشتغل بقى من منظر ده. ده الزائد اهو. وده الناقص. اروح بس اثبت الاوتوهايد بتاعة البروبيرتز. اجيبي الخصائص من هنا. واقول له ده زائد لكن ده ناقص. وده الضرب. وده الاسمة. واروح اشتغل. ده عبارة عن التاكست بوكس بتاع الرقم الاول. فهسميه TXT num1. TXT num1. وده هقول له ده عبارة عن TXT num2. TXT num2. وتعالوا كده نعمل لابل كده بسيط. اللابل ده بالمنظر ده يعني هاجي كده هعمل بس لابل كده فوق. هقول له عايز لابل. اهو. طبعا بكتب في السرش فوق عشان بدل معه ده دور واتعب نفسي. لا. يبقى الموضوع بسيط. اللابل ده ممكن ادي له اسم اسميه لابل ريزلت عادي. واقول له خلي بتاعه يكون بفولس. علشان اقدر ايه? طبعما عملت بفولس بقدر اتحكم فيه واقدر اسحبه واقدر اكبره زي ما انا عايز. هقول له كمان خلي بتاع بتاعه الفور كالر بتاعه يكون لون فسفوري بالمنظر ده. وخلي الباك جراوند بتاعته الباك كالر بتاعه يكون لونه اسود. بالمنظر ده. اهو زي ما انتم شايفين. خليه كده. بتاع انا اخد كل الكلام ده كده كت. كت. اهو بالمنظر ده. واروح اجيب بانل. احط فيها الشغل بتاعي بانل عادية. احط فيها الشغل بتاعي. اكبرها بس كده وصغرها. وديها فور جراوند كالر او باك جراوند كالر. اخليها باك جراوند كالر يكون لونه. يعني يباين قوي كده بالمنظر ده. وليكن ده مثلا. وقول له هنا بداخلها اعمل لي بست. للايه للشغل بتاعي. ماشي. يبقى انا كده عرفت ان انا هي دي لقالة الحزبة بتاعتي. طبعا ممكن اعمل كنترول زد. كنترول زد. اكبرها الاول. وبعد كده ابدأ اعمل الايه البست التاني. هقف بداخلها كنترول مع حرف الفي. يبقى انا كده شغال كده تمام. ابدأ بقى صغر واكبر زي ما انا عايز. علشان بس تظهر لي بالمنظر اللي انا عايزه. بزت مني. ماشي. خليها كده بالمنظر ده. مش كده تمام. صغر بقى الفورم. عايز تعمل اي اعايز اجي انا في الليبل ده. وامسح اللي فيه. اقول له انا مش عايز اي حاجة جواه. خلي الليبل ده فاضي. وااجي بقى اروح على دابل كليك على مين? على الزائد دي. طبعا ده اسمه نام وان. وده اسمه نام تو. وده اسمه اللي بي الريزلت. دابل كليك على الزائد ديت. وابدأ اشتغل. بمجرد التغيير. اهو بص بمجرد. التغيير في الراديو بطن. الاول ده. check changed. يعني بمجرد ما خليه معمول عليه علامة. يعني اخترته. بص كده. لما اختاره هيحصل كذا. هو قصده كده. لما اختار ده هيحصل كذا. او ده. او ده. ما انت هتختار واحدة من الاربعة. فهروح اختار واحدة. فاول ما تختاره الا يحصل. هيروح يجمع الموجود في مربع النص الاول زي الموجود في مربع النص التاني اهو. تي اكس تي عادي. النوم دوت تيكست. مفوش اي حاجة خالص. زائد التي اكس تي بتاع نوم تو دوت تيكست. هل في اي مشكلة? مفوش اي حاجة خالص بس. جمعت ده زائد ده. طب احط الناتج فين? قالك هتحط الناتج. اكيد في الايه في الليبل. بيساوي. وابدأ اشتغل الليبل بتاعي. الليبل بتاعي اللي اسمه الريزلت اهو. حط في الناتج. هل في مشكلة لحد الان? ما فيش مشكلة. يلا بينا نجرب ونشوف الدنيا فيها ايه? هكتب. طبعا احنا ممكن كنا نخلي الفورم تظهر في السنتر عادي. هقف على الفورم ديت. وقال له خليه تظهر في السنتر. خلاص بقى احنا عارفنا البايزيكس الحمدلله. هقول له خلي اللوكيشن بتاعتي في السنتر. سنتر سكرين. من الستارت بوزيشن. واروح اشغل البرنامج بتاعي. الدنيا كده تمام. هقول له انا عايز خمسة وخمسة. روح اجمعهم طلع لي خمسة وخمسين. ازاي? اه ما هم مجمعهمش. هو حطوهم جنب بعض. حضرتك اللي غلطان. دابل كليك على الزائد. انت بتقول له روح اعمل لهم كونكا تينيشن. ليه انهم عبارة عن قيم سترينج. اه يبقى لازم احول ده. لمين? اهو. هاخده كده زي ما هو قط. وقول له عايز اعمل عملية وحول. هكونفيرت. كونفيرت مين? هكونفيرت دوت تو. تحول بقى زي ما انت عايز. عايز تحول لدابل. عايز تحول لديسيميل. عايز تحول لانتيجر. انا عايز احول هنا لدابل عشان لو حبيت ان انا اقسم القيم على بعض اقدر اقسم. اقدر اجمع واطرح واقسم زي ما انا عايز. وزي ما عملت في ده. اقدر اخده كده. وقول له عايز اعمل عملية كونفيرت. اهو. دوت تو دابل. واروح احول مين احول ده. طيب وبعد لما اتخلص. قال لك ما انت هتحطهم في نص. ممكن يجي اخد دول كده كده. وقول له حول لي اللي جوه كله دوت تو سترينج. صح كده? عادي جدا. دي طريقة. وتشتغل معايا. تعال نجرب. وقول لك عالطريقة التانية. هقول له خمسة. وخمسة لما اضغط على الزاء دي يطلع عشرة. في طريقة تانية أسهل بالكب كتير. تعال نعمل كده. او تعال نعمل زي ما احنا نقول له مع حرف الواي عادي. هياخد الكلام ده كده. اهو. اللي احنا كنا عاملينه. امسح بقى الكونفيرت دي. شايف اللي انت جايبه? اللي هو ده. اهو. حوله لدابل. محتوى مربع النص الاول. ومربع النص التاني. حوله لدابل واجمعهم مع بعض. تم بتاخدهم كده مع بعض. وحطوهم داخل اكواس. وقول له الاكواس اللي هنا حولها لدوت تو سترينج. بس كده. يعني تعال كده. اهو. حط الكلام ده. في اكواس. وقول له كل ده دوت تو سترينج. بس. دي سريع. وسهلة جدا. يبقى اللي داخل الاكواس ده. انت بتعمل عملية جمع. بحول محتوى مربع النص الاول لدابل. وبحول محتوى مربع النص التاني لدابل. بجمعهم على بعض. وبحولهم سترينج دوت تو سترينج علشان اقدر احطهم فين? في الليبل بتاعي. اروح اشغل برنامج بتاعي. الموضوع بسيط جدا. ما فيوش اي حاجة خالص. طالما انت فاهم الكود بقى وفاهم البايزيكس. اقدر اشتغل زي ما انا عايز. خمسة. وخمسة. وقول له زائد يطلع لي عشرة. ابدأ بقى ان انا اعمل ايه? اجي كده اخد الكود ده كده زي ما هو. كابي بس. كنترول بس. هوم شفت اند. جاب لي كله. عشان بس في حد بيقول لي انت بتختصر بسرعة. او هوم شفت اند. او اند شفت هوم. ماشي هوم هي. وقفت في الاول. شفت مع الاند يجيب لي الاخر. او ممكن تعلم بقى عشان ما توجعش دماغك بالايه بالاختصارات دي. هقول له كنترول مع حرف السي. او اقول له كليكي مين زي ما انت عايز وقول له ايه? اقول له كوبي. ويلا بنا بقى نروح نعمل دابل كليك هنا. ونعمل دابل كليك هنا. بس الاول ايه? خليم كده جنب بعض شوية. خليم دول في النص كده. طيب انت عملت ايه دابل كليك على ده? وهنا كمان كوبي. وهنا كمان كوبي. بس بقى خلي بالك. الاول ده في جامعة. اهي الجامعة اهي. طيب اللي بعد منه تعال نبص عليه. دابل كليك عليه. دي فيها طرح. فينها? اهي التانية. فيها طرح. واللي وراها دابل كليك عليه. دي فيها ضرب. واللي وراها فيها اسمها. ديت. بس انا بتأكد علشان ما ايه ما اعملش واحدة غلط. على اللي اعلمت الاسم. اروح بقى اشتغل وقول له ان انا عايز رقمين اي رقمين. ولي اكون مثلا خمسة وخمسة زي ما احنا شغالين. لو جمعتهم يدي عشرة. طرحتهم يدي زيروا. دربتهم يدي خمسة وعشرين. اسمتهم يدي واحد. الموضوع بسيط جدا. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.